موسيقى هذه التفجيرات تصبح أكثر من مدانة إذا تعلق الأمر بفلسطين في كافة الفصائل والجماعات هناك منحرفون وهناك أناس يخرجون عن السياق وهذا حدث في مرات سابقة في معظم الجماعات والحركات سواء في فلسطين أو في الوطن العربي والإسلامي لكن هذا الفعل الإجرامي لم ينجح أبدا في توتير علاقتنا مع الإخوة في حماس ونحن تعاملنا بحزم مع ما حصل وهناك تعاون كبير بيننا وبين حماس لكشف كل ملابسات تلك العملية الآثمة أما بالنسبة للساق التهم حول العلاقة مع إيران فنحن نفخر بعلاقتنا مع إيران ونفخر بعلاقتنا مع أي طرف يقدم الدعم والإسناد شعبنا ويقف بشجاعة وشرف ضد السياسات الأمريكية والإسرائيلية إيران وقفت بصدق مع الشعب الفلسطيني كله وليس فقط مع حركة الجهاد الإسلامي وبالتالي نحن لا نخجل من علاقتنا مع إيران إيران تقدم الدعم للشعب الفلسطيني ولا تطلب أي مقابل لم تطلب منا أي موقف مقابل إيران تتبنى موقفا أخلاقيا وموقفا مخلصا تجاه الشعب الفلسطيني بأسره المعاناة التي يعيشها شعبنا لها علاقة باستمرار الحصار لها علاقة بخذلان العرب للفلسطينيين لها علاقة بتبلد الموقف الدولي لها علاقة ببلطجة أمريكا وهي تتنكر لأبسط الحقوق وتتباهى بأنها وصلت بالمساعدات المقدمة للفلسطينيين إلى صفر لها علاقة بهذا كله لكن هناك انضباط في الوضع الفلسطيني العام هناك انضباط ونحن نتحدث عن حالات فردية فقط نحن دائما نتحدث بصراحة لا شك أن المصالحة متعثرة ولا نستطيع أن نعد شعبنا بأنها ستتحقق غدا أو بعد غد هناك عثرات كبيرة في طريق المصالحة وللأسف كل الجهود التي بذلت في السنوات الماضية لم تفلح في تجاوز هذه العثرات وتخطي هذه العقبات للأسف الأمور تراوح مكانها وهذا الأمر يزيد أو يفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني وهذه مسؤولية علينا جميعا يجب أن ننظر بجدية أكبر لهذا الملف ولا يجوز أن تستمر هذه الحالة المؤسفة التي تعيشها الساحة الفلسطينية لا جدال بأن هذه السياسات تؤذي الفلسطيني جميعا وتضر بالقضية الفلسطينية هذه الحالة لا يجوز أن تستمر التمييز الذي يجمع عليه الفلسطينيون لا يجوز أن يستمر مسألة تقليص الرواتب وتقليص المساعدات التي تقدم لقتغزة من قبل السلطة الفلسطينية لا يجوز أن تستمر هذا أمر أصبح في حكم البداهات بالنسبة للفلسطينيين وهو أيضا يفاقم من المعاناة التي يتسبب بها الاحتلال